حياكم الله جميعا أخوتي أخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أيام الطفولة هي الأيام القريبة من العهد والفترة وخفة النفس تفوق الحدود وعفوية لا توصف لذلك تكون المشاعر فيها قوية وصادقة رغم قلة الكلمات وضعف التعبير لكن معانيها عميقة ننقل لكم اليوم تجربة لفتاة عندما كانت صغيرة في أيام المدرسة عندما تعرضت لحاد السير لكنها في تلك اللحظة في لحظة الخروج كأنها لم تعد طفلة بل شعرت بأنها كشخص بالغ وناضج ومدرك رغم أن التفاصيل قليلة لكنها صادقة وممزوجة بالدموع المعبرة حدث ذلك في ذلك الوقت كنت في المدرسة وأردت عبور الشارع في تلك اللحظة وصلت دراجة نارية وخرجت من المنعطف وكانت تسير بسرعة كبيرة لا أعرف بالضبط كيف حدث الحادث لم تكن هناك معلومات دقيقة حول هذا الموضوع المهم للإصطدام إصطدمت جزء الخلفي من رأسي عندها سقطت على الأرض وفقدت الوعي على الفور ولم أتذكر شيئا عن الحادث ماذا حدث في البداية ساد الصمت كان الصمت عميقا وكان الظلام دامسا ثم رأيت نفسي في الأعلى رأيت نفسي أطفو من مسافة عشرة أمتار وكنت أشاهد نفسي مستلقية في الشارع ورأيت الدراجة نارية من الأعلى وسائقها الذي كان يرتدي سترة جلدية ورأيت كيف كنت مستلقية بوضعي كان الأمر واضحا تماما بمكان الحادث بالنسبة لي في ذلك الوقت لم يكن شيئا سيئا كنت فقط أشاهد هذا الوضع وماذا سيحدث لاحقا كان تصوري محايدا تماما كنت بوضع جيد كنت أشاهد كل ذلك من الأعلى رأيت سائق الدراجة النارية يتحدث مع والدي لقد سمع بالحادث وجاء مسرعان وأنا أشاهد كل شيء من الأعلى وقتها كنت أشعر بالأمان لأنني كنت أعرف ما كان يحدث لي لم أكن متوترة على الإطلاق في تلك اللحظة لأنني كنت أراقب كل شيء وكأنني أشاهد التلفاز لم يكن لدي عاطفة كطفلة كأن أريد والدتي على سبيل المثال كما هو متوقع من طفلة لقد وجدت نفسي كأنني شخص بالغ نوعا ما ثم رأيت نورا وهذا هو أجمل شيء بما حصل لي برمته لم أشاهد النفق رأيت هذا النور يتقدم نحو ولم يكن لدي ما أفعله كنت فقط أطفوه وكان الضوء يتقدم نحوي وألتف من حولي كلية لم أكن أفعل شيئا كان يحيط بي وفي داخلي حتى أصبحت جزءا منه وكان ذلك جميلا بشكل لا يصدق السلام والهدوء وحتى الصمت لم يكن مخيفا مطلقا لقد كان بالأحرى سلاما عميقا شعرت بالأمان والحماية كيف عدتي إلى جسدك استغرق هذا بعض الوقت لأن الرحلة استمرت هناك كأنني كنت أسحب للأعلى كما لو كان هناك شبكة وكان هناك شخص يسحبها للأعلى ومرة أخرى لم يكن لدي ما أفعله لقد قادني ذلك إلى باب لقد كان نوعا ما من الباب المستدر كل شيء بدأ أو يحيط به الضباب ورأيت ثلاثة أضياف وكان هناك واحد بالمقدمة واثنين في الخلف لم أرى الملامح فقط صور طيفية تشبه قليلا الظلال اقتربت من هذه الأطياف جذبني بطريقة ما ثم قال واحد منهم هيا انضمي إلينا وفي تلك اللحظة المشهد تغير لأنني بدأت بالفعل أعود إلى جسدي مرة أخرى وسمعت صوتا يقول لي شيئا ما إنها ما تزال صغيرة وهذا ما كنت أفكر به في تلك اللحظة لأنه من المستحيل التمييز إذا كان الصوت لشخص آخر أو صوتي أنا الذي أفكر به أو صوت تفكير شخص آخر لأنني كنت جزءا من كل شيء بهذا الوعي الروحي والكامل من الصعب جدا وصف ذلك ثم مرة أخرى ساد الظلام الكامل وأصبح الجو باردا جدا ولم أتذكر بعد ذلك أظن أن هذا هو الوقت الذي نقلت فيه إلى سيارة الإسعاف وقاموا بحقني بجرعات قوية وهنا فقط توعي هذه الأطياف الثلاثة هل يمكنك التحدث عنها؟ نعم شعرت أن الأول كان هو المسؤول والإثنان الآخران كان أشبه بالمساعدين اللذان كانا في الخلف ليس لدي أي فكرة عما كانوا عندما كنت أمام هذا الباب هل تذكرت البيئة المحيطة به؟ لا لسوء الحظ كان كل شيء محاطا بالضباب كان هناك القليل من الضوء ولكن بدأ كل شيء يصبح ضبابيا بعض الشيء ما لاحظته هناك الخطوط العريضة للقوس لقد كانت جميلة ولاحقا عندما فكرت بالتقدم إلى أبعد من ذلك أم لا؟ وهل يمكنني التقدم إلى أبعد من هذا أم لا؟ سمعت نوعا من صوت تنبيه عال لم أسمعه من قبل كان صوتا غريبا جدا لم أفهمه وأتذكر ذلك الحين أنني ابتعدت عن المشهد وكنت أفكر وأقول لا لم أكن أريد الذهاب إلى أبعد من ذلك لأنني كنت صغيرة جدا في ذلك الوقت هل سألك هؤلاء الأطياف على مرافقتهم؟ لا لم يكن سؤالا بل كانت دعوة لمرافقتهم شعرت بالترحيب الكامل لقد كانت بمثابة مهمة روحية ولكن لم يكن هناك شيء سلبي على الإطلاق وأنا متأكدة لو أنني تقدمت أكثر من ذلك لن يحدث لي شيء سيء أعتقد أن هذا الخوف نشأ بسبب عودتي مرة أخرى إلى جسدي والحياة الطبيعية لقد أصبحت هيئتي مادية قلتي خلال كلامك أنك لم تعود تشعرين أنك طفلة هل يمكنك شرح هذا أكثر؟ نعم لقد انفصلت تماما عن حالة الطفولة شعرت أنني شخص بالغ لم أشعر في أي وقت من الأوقات بالسلوك النموذجي للطفل الذي سيحتاج إلى والديه مثلا أو يشعر بالوحدة لم أشعر بالوحدة رغم أن أمي كانت قلقة علي بسبب الحادث ولم يكن ذلك ضروريا بالنسبة لي لأنني كنت بخير بالإضافة إلى أنني كنت مستمتعة وأنا أطفو فوقهم كيف كانت حالتك الصحية بعد الحادث؟ لقد تعرضت لصدمة في الرأس خطيرة جدا وكان لدي كدمات في جميع أنحاء جسمي لا أعطي لديك لا أعطي لديك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر